صفة الصلاة أستقبل القبلة قائما أكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر أضع يدي اليمنى على الجسر على صدري أقرأ دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره أقرأ الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا الظالين ثم أقول آمين ثم أقرأ مما أحفظ من القرآن أقول الله أكبر وأرتع وأقول سبحان ربي العظيم أقول حال رفعي من الرقوع سمع الله لمن حمده ثم أقول وأنا قائم ربنا ولك الحمد أقول الله أكبر وأسجد وأقول سبحان ربي الأعلى أعتدل قائلا الله أكبر وأجلس على قدم الإسراء وأنصب اليمنى وأقول ربك في اللين أقول الله أكبر وأسجد ثانية وأقول سبحان ربي الأعلى أقول للرقعة الثانية قائلا الله أكبر وأفعل فيها مثل ما فعلته في الركعة الأولى أجلس بعد الركعة الثانية للتشهد الأول وأقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن كانت الصلاة ثنائية ذات ركعتين أقرأ الصلاة الإبراهيمية ثم أسلم وإن كانت الصلاة ثلاثية أوروباية أقوم الركعة الثالثة وأفعل في بقية صلاتي مثل ما فعلته في الركعتين السابقتين وأقتصر على قراءة الفاتحة أجلس في آخر صلاتي وأقرأ التشهد الأخير وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أسلم عن يميني قائلا السلام عليكم ورحمة الله وعن يسالي قائلا السلام عليكم ورحمة الله مبطلات الصلاة الكلام الأكل أو الشرب الضحك الحركة الكثيرة انتقاض الوضوء ببول أو غائط أو ليح